تواجدت أسرة كرة القدم الفلسطينية اختتام بطولة الدور الممتاز بكرة القدم دور الشهيد أبو علي مصطفى بحفل كبير وتكريمي لأبطال فلسطين لموسم 2009-2010 المئات من المدعوين تقاطروا لحضور الاحتفال تقدمهم ممثل السيد الرئيس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الدكتور محمد اشتية والدكتور سلام فياض رئيس الوزراء والدكتورة ليلى غنام محافظ رامالله والبيرة ووزيرة المرأة السيدة ربيح ذياب ونائب الأمين العام للجبهة الشعبية السيدة عبد الرحيم ملوح وأعضاء المكتب السياسي للجبهة الشعبية وعدد من الشخصيات الرياضية والاعتبارية وحشد غفير من الجماهير الفلسطينية المتحدثون في الحفل أعربوا عن سعادتهم وفخرهم بالأجواء الرياضية التي طغت على الشارع الفلسطيني طيلت فعاليات الدوري معتزين في الوقت ذاته بالواقع والمستوى الرياضي الذي أصبح يضاهي مستويات عربية ودولية مسخرين في ذات الوقت كل أسباب التقدم والرقي لكرة القدم كم يسعدني أن أرى أن الرياضة الفلسطينية أيضا في حالة نهوض هذا النهوض الذي نشهد من وادي النيس لجبل المكبر للأمعري لشباب طول كرم لشباب الخليل لجينين لرفح وخان يونس وجميع الأرض الفلسطينية التي تطأ أقدام اللاعبين الفلسطينيين وأبواتهم فأنتم ملح هذه الأرض فإذا ذهب الملح فبماذا تملح الأرض تمكنت هذه المسيرة من قطع شوط لا يستهن به على درب التقدم باتجاه ما هو مطلوب أذكر أننا تحدثنا يومها عن أهمية الرياضة والحركة الشبابية وهذا القطاع الهام والحيوي من مجتمعنا والذي يمثل نصف تعداد سكاننا والأهمية الكبرى التي يجب أن تولى ومن خلال كافة النشاطات والفعاليات لإطلاق العناني للطاقة الكامنة لقطاع الشباب والرياضة أحد أوجه هذه النشاطات والفعاليات أبو علي مصطفى يمثل وحدة وطنية وأن الجبهة الشعبية تمثل هذا الكيان وهذا النضال الفلسطيني هذا التاريخ النضال الفلسطيني تمثل هذه الوحدة الوطنية الفلسطينية تمثل المستقبل تمثل الدعوة لوحدة وطنية من أجل قضية فلسطين من أجل شعب فلسطين من أجل استقلال شعبي فلسطين يعني لنا الكثير أن يحتفل كل هؤلاء الفلسطينيين في حين صعق اللواء جبريل الرجوب رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية رئيس اتحاد كرة القدم الحضور بمفاجأة من العيار الثقيل أطلقها لجمهور كرة القدم بجملة من الاعتمادات أبرزها إطلاق دور المحترفين للموسم القادم بـ 12 فريقا وأبقى على الدرجة الممتازة بشقيها ألف وباء وتجميد نشاط كرة القدم بفرق تحت مسمى الأولى ألف نحن رح نعمل دوري محترفين كحد أقصى رح يكون 12 فريق وشكلنا لجنة لدراسة المعايير والفرق اللي بتنطبق عليها ورح يظل عندنا ممتاز ألف وعددها 14 وممتاز باء وعددها 16 وأولى ألف وعددها 18 وأنا بعتقد كل واحد الساعة بيقدر يحدد مكانه وقبل نهاية الاحتفال تم تكريم نادي جبل المكبر كبطل للدوري وهلال القدس وصيف الدوري والأمعر وبيت أمر الفريق المثالي واللاعب مرادع ليان هداف البطولة بالإضافة لتكريم فريق وادي النيس بطل الكأس وشباب الخليل وصيفا وفريقي ديار بيت لحم وسرية رامالة للآنسات وفي نهاية الاحتفال قدمت فرقة دلال المغرب للدبكة الشعبية وصلات فنية جميلة لقد تفاعلا جماهيريا كبيرا